أنت الأصغر شهامك علم شمس الموت صوت الحق الصايف نور يعني الآن طالب المعلمة مونة مطر تفضلي مونة مطر ستتحدث عن ضعف القدرة على تهجة الكلمات التي تزيد عن أربع حروف وهي عانت من هذه المشكلة في أحد مدارس النصيرات ونشوف كيف حلت هذه المشكلة تفضل بالبداية أنا لحظتها لما كنت أنا أروح عتد نعم لحظتها لما كنت أنا أروح على التدريب أنه مثلا أحكي للطالب إقرأ الجملة هاي أو إقرأ الدرس يعني وأشر له على كلمة معينة منها من الدرس ما يقرأ ليش يقرأ لي كل الجملة لما يصل لهذه الكلمة يعني حفظها حفظ يعني يعرف ما يهجع آآ يعني إقرأ هاي وصير يقرأ في مخ الجملة كلها بصل عندها وبيحكيها آآ وهذه المشكلة أنا حكيتها للقبلة والقبلة كمان بتوجهها نفس يعني نفس الأشي بتوجهها هاي المشكلة آآ لأنه لأنه المعلمة بتاخد دورة لتعالج كيف الضعفة اللي عنده مشاكل زي هيك فصعدنا يعني أنا وياها اشتغلنا مع بعض أول إش أول إش أعملنا إنه بالبداية يا جاب المعنى بالبداية الحروف كل الحروف لازم يفهموها ويكونوا حفظينها بحركاتها آآ بالصوت بالشكل زي ما حكيت هذا أول أسبوع تقريبا هذا أكثر اشتولنا فيه لا آآ وهذه بالبداية بعد هايك عملنا بطاقات تحليل كلمات هايك يعني بطاقات علاجية بحلل الكلمات اللي بتتكون من ثلاث مقاطع في البداية ثلاث مقاطع مفتوحة فتحة كتبة زي هيك يعني حركتها كلها فتح ما علي ما علي الطلب إلا إنه يحللها ويكون عارف إنه حرف فتحة بال آآ يحللها بالحركات يكون فاهم بعد هايك بعد الفتح أخذنا الضم يعني كلمة فيها ضم كلمة فيها كسر بعد هذا الاشي مثلا حركة الفتح هذا ضل معنى أسبوع يعني مش بالهين آآ أسبوع تنفتح وبعد هايك أخذنا للكسر وبعد هايك للضم يعني كل شيء بالله الطالب المعلمة اللي ما أخذها موضوع شبيه آآ هم نشاط ثاني أكم أسبوع أخذت يا منا فيها أكثر من أربعة تفضل كم ليلة إيش عملت فيه بعد هايك أخذت كلمات حركات مختلفة وهي الضم بعد الأسبوع اللي بعده وبعدين ليس إنه بناخده من حلو بس لا بالبداية هذه كانت حصة سادسة يعني أنا كنت أروح من الجامعة على المدرسة يعني تعبت كثير حصة سادسة كانت كانت يعني علاجية معالجة نجمع صفين الطلاب وليساً عندهم مشاكة نحطهم بالصف بالبداية كنا حتى لما نخدنا الحروف بالبداية كنا نراجع الحروف كمان يعني كل حصة كنا نعملها هاي الحروف بأصواتها عن طريق اللعبة عن طريق أشياء زي هايك بطاقات وفي الأسبوع الثالث حكينا إحنا إنه عملنا الكلمات بالضم يعني حركت فيها ضم والأسبوع كنت أخذت أخذ القائد كله يوم الطاق يعني نوعاً ما نظهر من القائد أن أردنا حاجات فيها صحيح وآخر أسبوع كان للمد يعني الكلمات فيها مدود الكلمات فيها المدود الألف الوا والياء هذه كانت كثير طوّلنا فيها ليش طولتوا بالحدود بالفترة تبعت الألف والياء والواو أظنني يعني ليش هذول الثلاثة الأكثر خطان كانوا يغلطوا فيهم فلهيك أنا حكيت إحنا من ناخد بهاي فترات أكبر ليفهموا يعني يطلع نتازم نيحة بالرغم هيك يعني كان أيامها فيه اختبارات وكانوا يجيبوا يعني فيه مشكلة كمان بتواجههم أنه في الامتحانات بيكونوا عارفين الحال بس مش عارفين يقرأوا بيحكوا لي يا أبلق رائيلي بقرأ لهم بيحكوا لي الإجابة بعد هيك لما صر يعني يعني لفتكير نعم 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 لحظة أنهم هم بيعرفوا الإجابة تبعة الامتحان بيقولونها يا أنت قرأينا لما لما قرأت لهم جاوبوا يعني كم أسرأ لهم بعرفين يقرأوا يعني إن كل شيء براء بس بعد ما إحنا عملنا هاي المعالجة وأخذوا امتحانات كل اللي تقريباً اللي كان يأخذوا اثنين والسفر وهيك أخذوا عشرة من عشرين يعني 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 وإحنا قدناهم جوائز أنه يعني يعني عليوا واستفادوا ونجحوا حتى كانت الجوائز عبارة عن محيات فيها كبيرة فيها الحروف الحروف بحركاتها هذا الإشي يعني يشجحهم أكثر أخذوا أخذوا أسأل ليمون عشر أكثر أم كانت معالجة تقريباً يعني فعالت إنتلاف أكثر 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 لا تشبه كثير أنا بلشت مع البنات من الأحرف هم كانوا يعرفوا يقروا بس في امتحانات الشهرية أنا أكتشفت المشكلة في الأول أنه كانوا البنات هم هؤلاء الخمسة أكثر بنات أخروا حل الامتحان بس بس إنه بلشت معهم بالأحرف هم حفظينها طلبت منهم دفتر خاص للمعالجة بلشت معهم بالأحرف وينسخوها وحفظوها وفيها أنشودة للأحرف بردو سماكم إياها بس هي بتقول إنه كان عندهم ركزت هي أحروف المادية لو مشكلتها ركزت خصصتها بمينها زاهرة عندهم المعالجة بلشت مع الأحرف أه ركزت عليها أه وأنا استخدمت كذلك التحليل والتركيب أنا بالفعل أنا بالفعل زرت المدرسة تبعت القاهرة وشفت الآلية تبعت التحليل والتركيب التي تستخدمهم يعني كيف وظفت التحليل والتركيب تبعت الحروف لمعالجة الإنقرائية أو الخطأ في القراءة يعني كنا نفسنا يكون بعضكم عاملين فيديو عشان نتفرج كيف عالجتي المشكلة استخدمت ورق أعمال كنت أخذ الطالبات بحصة إضافية اليومين بروح فيهم ثابتوا اثنين ورق أعمال أنه أخلي البنت تحليل أديها كلمات وتحليل إياهم لأحرف وفي ورق أعمال تحليل الكلمة لمقطعين أو أكثر أو أكثر حسب ما تلفزها لا تفعل أكثر لسهنا في الصحيح أنا خلصت أدريه بس أنا إلى هلا بروح على المدرسة بروح على المدرسة بتابعهم بالرغم من أنا سلمتك البحث بس أنا حب أمشي معهم بالله هناك أسئلة لهذا البحث هناك أسئلة منكم تعالي دعاء البورديني ثناء البورديني ثناء 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 آه ماشي ماشي استخدمت يعني عندها نفس المشكلة أو قريبة منها مش هيك آه بدك تواجه السؤال تفضل حسنا من إجراءات الحل التي قمت فيها أن أنت من إجراءات الحل التي قامت فيها هنا أولا ركزت في الأسبوع الأول على الخروف بعدين في المرحلة الثانية في المرحلة الثانية انتقلت إلى التحليل للمقاطع فأنت تسألها هل ستفضل؟ ما هي الماء؟ هل هل تختمون؟ من إجراءات الحل التي قامت فيها منا أنه أول أسبوع استخدمت في الحروف ركزت على الحروف أول أسبوع الثاني تحليل إلى مقاطع لكي لا تحليل إلى مقاطع أريد أن أسألها هل أنت تأكدت قبل أن تنتقل هذه المرحلة أن الطلاب أدخل الحروف شكل وصورة وصوت أما أمهم محفظين يعني أريد أن أتحدث لها هل تأكدت أم لا؟ أمهم محفظون ألف بات فأنت هل؟ صحيح تأكدت من هذا الأمر لأننا أصلا بعد كل مرحلة يجب أن نتأكد إذا أتقنوا الطلاب أم لا لذلك نطلق في المدود لأنهم لم يكنوا متقنون من البداية لاحظة هنا بحثي كنا نضع الحروف بطاقاتها ونعمل لعبة من بطاقات الحروف كلها نعم حرف الألف حرف الألف لا أتقنوا البحث أنا أتحدث عن حفظة حرف الألف بالفتحة وتضمها وبالكسرة نوضع عليهم ونفع عليهم من أريد أن يصحب ومن أريد أن يصحب بطاقة ويصحب بطاقة بحكي الحرف كلهم أتقنوا هذا بعد ما تعالجوا يعني بعد الأسبوع وبعد ذلك أنا أيضا حتى بالأصابيع الثانية كنت أخلي هذه البطاقات أضعها في كل بداية خمس ذاقة كنت أعمال لها أن يخرجوا وكلهم كانوا يتقنوا هذا الأمر يستحقوا أن نشجعهم شكرا شكرا يا مونة شكرا 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 شكرا